موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات حديث الخليج ضيفنا هذا الأسبوع قادم من سلطنة عمان الكاتب العماني المعروف الأستاذ عبدالله حبيب حياك الله أستاذ عبدالله أهلا بك عزيز السليمان شكرا جزيز ابن مجز الصغراء أو أنت بتبدأ بالقرية أنا ابن قرية فلازم أسألك عن القرية كلنا في القرى شرقه هل ما زال الريف في عمان محتفظ بثقافة الريف بثقافة القرية أم أن موجة العلمة وصلت إلى الريف العماني أيضا يعني أكاد أقول أنه بدأت القرية العمانية تفقد بعض بلامحها الأصلية وعمان يعني أيضا فيها أشياء من قبيل يعني خارج عمان في الغالب أو في معظم البلدان يحكون عن القرية والمدينة ثنائية القرية والمدينة ولكن في عمان هناك حالة وسط تحدثت عنها مرة وهذه للمرة الثانية أن حالة الولاية في عمان تاريخيا يعني حالة وسط بين البلدة الصغيرة والمدينة الكبيرة وبعض هذه الولايات لا زالت محتفظة بالطبع التقليدي القرية العمانية يعني هذا موضوع من الموضوعات ما بعد الحداثة أن كنت كيف تجد بعض مظاهر ما بعد الحداثة في مكان مثل مجرد الصغرى بسبب الثورة الإلكترونية بسبب الأنترنت بسبب رغبة الحداثة وهنا الموضوع ليس حنينيا بالمعنى الساذج ولكن للأسف أحيانا تدخل القرية العمانية تجد أنها هي حي كما لو أنها حي معزول من أحيان يعني صارت امتداد للمدينة بالضبط بالصورة أنا أسأل أنك أنت طبعا سينمائي معروف وشاعر وكاتب أقل معروف ما تتوقع لا معروف لدينا لكن الصورة السائدة عن عمان أنه في تنمية مختلفة عن دول منطقة تنمية وصلت إلى الأرياف إلى مناطق بعيدة هل التنمية فعلا شاملة في عمان أم ما زالت مناطق معينة تحظى بنسبة أكبر من مناطق أخرى يعني سؤال صعب شوي هو شوف هذا السؤال لا يجاب بنعم أو لا يعني التنمية في عمان نحن نقصد التنمية المادية من الصعب القول أنها غير شاملة ولكن ضمن الشمول هذا هناك تفاوتات وتباينات الناس تشعر فيها أحيانا يعني ببعض الامتعاض وتشعر أنه في أماكن لأسباب سياسية واجتماعية وثقافية معينة قد تكون حظت بحصة الأسد يعني بينما هناك مناطق أخرى كانت أقل حظوة وهذا يعني الموضوع مرتبط بالأولويات السياسية في عمان أو على الأقل غير ثمانية أولويات سياسية أو تنموية يعني ماذا تقصد بالأولويات السياسية؟ لا الأولويات التي كانت موجودة في 1970 هي غير الأولويات التي موجودها في 2010 يعني علينا أن نرى عندنا 40 سنة قبل 40 سنة كان الهاج السياسي مسيطر أكثر من الآن بل كانت فيها ظروف معقدة ولكن الشعار المطروح أنه عمان للعمانيين وأنه التنمية لكل عمان وهذا الكلام أنا لا أقول أنه غير متحقق ولكن أتمنى المزيد منه ككل العمانيين الآخرين نعم طيب يعني المشهد العام أنا سأخوض معك في تفاصيل أخرى في المشهد الثقافي ولكن سؤال يعني لا بد منه خاصة أن ضيوفنا من عمان يعني قليلين جدا للأسف في حديث الخليج وبرامج أخرى مسألة الخلافة يعني السؤال السياسي مسألة الخلافة في سلطنة عمان ما زالت تشكل لغز لدى المتابع المراقبة أنا أعرف أنك تعنى بالهم الثقافي أكثر من الهم السياسي بس كمثقف عماني قادم من عمان يعني كيف تنظر أو كيف تتعاطى مع سؤال الخلافة في سلطنة عمان يعني سؤال مثل هذا ونحن لازلنا في بداية اللقاء الله يعني على الباقي لا لا يعني أنا لا لا ممكن أتحدث بعض الشيء كما قلت أنا يعني لست سياسيا لست وأنا معني بالهم الثقافي وتعالقي مع السياسة أو تقاطعي معها يعود للمعنى أو التعريف الأرسطي القديم ما معنا أنه الإنسان يعني حيوان سياسي بطبع وموقع الثقافي وبأتباري مواطن عماني معني بكل شاردة بواردة في بلادي ولكن يعني سؤال من هذا النوع في السياسة عموما أنت إذا تريد تحكي عن قضية بهذا الشكل فأنت تحكي عنها إذا كنت أحد إثنين إما أن يكون عندك إنسايدر إنفرميشن تكون متطلع على بواطن الأمور أو أنه تكون سياسي محترف وقدير بحيث أنه يكون عندك قدرة على التحكي السياسي وأنه لست هذا ولست ذاك فما سأقوله هو من من التخرصات الشخصية لا المسألة مطروحة مطروحة حتى لأنه في عمان أنا أقول لك شيء في عمان نحن ليس لدينا دستور يعني لدينا شيء اسمه النظام الأساسي للدولة صدر بموجب مرسوم سلطاني سامي في 1996 وهذا النظام الأساسي للدولة يشكل الهيكلية أو المرجعية القانونية والتشريعية القايد لاينز يعني للمجريات الأمور في عمان وهذا القانون هل يتحدث تحديدا لمسألة الخلافة بالضبط وهذا اللي بغى قلقيا أنه بشكل صريح في المادة الأولى لا أذكر أي بند الآن ينص صراحة على أنه النظام السياسي في عمان نعم نظام سلطاني وراثي محصور على ذرية السيد تركي تركي بن سعيد بن سلطان ويجب أن يكون السلطان ذكرا طبعا بالغا عاقلا رشيدا عمانيا من أبوين ابنا شرعيا لأبوين عمانيين في مادة أخرى لم أعد أذكرها يقول أنه خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان نعم يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان هذا ليس النص الحرفي ربما لكن بما معناه بهذا المعنى يقوم باختيار ومبايعات خليفة فإن لم يتمكن المجلس مجلس العائلة الحاكمة من تثبيت من اختيار وتثبيت خليفة يقوم مجلس الدفاع وهو مجلس آخر بتثبيت من اقترحه أو أشار به أو ارتآه السلطان الحالي طال الله عمره وأمده بالصحة والعافية مما يستنتج أن هناك اقتراح من جلال السلطان الحالي بخليفة معين نحن لا نعلم من هو وإن لم تتفق إذا كان فهمي للمادة صحيح العائلة الحاكمة على خليفة فيقوم مجلس الدفاع بعد ثلاثة أيام بتثبيت الشخص الذي اقترحه السلطان الحالي ثم يقوم هذا الخليفة بأداء القسم أمام مجلس الدفاع ومجلس عمان نعم رغم أنه البعض يتساءل أنا لا أريد أن أخوذ في هذا الموضوع ولا أنه البعض يتساءل لماذا لا نبدأ في الحل من الآن حتى يعني تحسبا لأي لا قدر الله يعني ظروف صعبة في المستقبل بمعنى لماذا لا يعين خليفة أولي عهد من الآن يهيى ويعد وتعرفه الناس أنه هذا هو السلطان القادم يعني مسألة ولاية العهد كما في الأنظمة الحاكمة الأنظمة الملكية في المنطقة كلها هناك أولي عهد وهناك نائب أول وهناك نائب ثاني إلى آخره البعض في عمان يتفق معك البعض في عمان يتفق معك ولكن البعض يقول أنه ربما ظنيا في الرسالة التي أشرت إليها في أحد النصوص هناك ولي عهد يعني إنما هو اسمه غير معلن نعم وهو حديث في عمان يعني يتحدث عن الناس عن هذا الأمر في المقاهي وفي الحانات وفي المجالس وفي البيوت بالتأكيد الناس يعني معنيين هل تتحدثون أيضا عن مطالب إصلاحية إصلاحات سياسية في المشهد السياسي في عمان نعم يعني تاريخيا عمان تتحدث عن هذا الشيء شو أبرز المطالب التي تحدث عنها المثقف العماني اليوم والله هي ليست قليلة يعني أنا على الصعيد الثقافية أو على الصعيد العام الصعيد السياسي تحديدا يعني هو مطروحة وبقوة قضية الاحتكام إلى مرجعية دستورية صريحة مطروحة قضية الإصلاحات جوهرية ليست مكياجية ليست بقصد البي آر ليست بقصد البهرجة الخارجية ولكن إصلاحات تمس الديب ستركتشر ما البادي بوليتك والمثقفين العمانيين كغيرهم من أطياف المجتمع المدني في عمان يرتقون أنه أنا الأوان أن المسألة بعد يعني نحن الآن نحتفل بمرور أربعين سنة من إنجازات الدولة الحديثة في العصر الذي الزاهر الذي بدأه جلالة السلطان ويقول العمانيين أن أصبحنا جامعيين وأصبحنا متعلمين وأصبحنا نتكلم لغات متعددة وأصبحنا مفتحين على العالم وأنه لا يجب أن نحن قبل أربعين سنة قاء ثلاثة وعشرين يوليو ألف وتسعين وسبعين من أجل أن يلحق عمان بركب العصر نعم والناس بدأت تقول أنه لا نريد أيضا الآن نتخلف عن ركب العصر فالمنطق نفسه موجود والتفعيل يجب أن يستمر نعم وهذه المطالبات كثير من المطالبات في كل مكان في دول المنطقة وليس تستثناء صحيح صحيح المطالبة بالمشاركة فاعلة مشاركة في القرار السياسي في صنع القرار التنموي وما هي أنه تتم التعامل مع المثقف باعتباره نعم يعني مرتكز أساسي من مرتكزات هذا التطور نعم يعني يعني مطالب كثير فتح ملفات الفساد فتح مسائلات من هذا النوع يعني بالتأكيد أنه أنا أوانها يعني جميل طيب خلني أخذ الفاصل الأول في هذا اللقاء بعد الفاصل في الجزء الثاني من هذا الحوار ودي نلقي بعض الإضاءات على المشهد الثقافي تحديدا في سلطنة عمان أسئلة حول الحراك الثقافي بشكل عام وقضايا أخرى سنناقشها بعد هذا الفاصل الأول في هذا الحوار مع الأستاذ عبدالله حبيب ابقوا معنا حياكم الله مجددا والحوار يتواصل مع الأستاذ عبدالله حبيب لننتقل من الأسئلة الشائكة سياسيا إلى حضية الحرية الرأي حرية التعبير كمثقف عماني يعني خلني أقرأ لك المادة 18 من النظام الأساسي للحكم في عمان وصادر بمرسوم سلطاني عام 1996 ينص على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزة أو حبسة أو تحديد إقامته أو تقييد حرية في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وتقول مادة 29 حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائل عفوا وسائل وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون طبعا حدود القانون هذه مزعجة في كل الدستير العربية حدود القانون ما هي حدود القانون هل فعلا يعني هذا الكلام تجده مطبق عمليا على الأرض في عمان أنت كمثقف تعاني بأي شكل من أشكال من أي شكل من أشكال الرقابة لا شك يعني ليس هناك مثقف الوطن العربي كله لا يعاني وربما حتى خارج الوطن العربي بالمناسبة أنا أعتقد أن البعض يبالغ يعني طبعا حريات في الغرب متقدمة علينا بكثير لكن ألم تمنع كتب في الولايات المتحدة خلنا في منطقتنا لم تلحرة يعني أنتم عن الحرة فلابدو بنحكي عن أمريكا لا لا أحكي عن أمريكا بس خلنا نركز على المنطقتنا لا منطقتنا طبعا في ذيل القائمة فيما يخص الحريات خاصة حريات التعبير وهذا يعني هذا مشكلة لأن السلطات عندنا للأسف في الخليج وفي عموم العالم العربي وعموم العالم الثالث يعني لا تزال لا تفرق ولا تميز بين المثقف والموظف تطالب من المثقف ما تطالب به الموظف وشتان بين بين المثقف مهمة يعني اتفقنا أن لا نأكدم لا ننظر الحوار ولكن دائما تحضرني ما أقول إدوارة سعيد مثلا مهمة المثقف هي قول الحقيقة للسلطة فإنت إذا منعت المثقف طبعا هذه جملة استرادية المثقف كلمة مثقف وثقافة في الثقافة العربية بعد كلمة شائكة ملتبسة لأنه في الغالب يعني نستخدم المصطلح ليس بالمعنى الأنثروبولوجي والسيسيولوجي الأصلي بمعنى أن الثقافة هي النتاج الروحي والمادي لمجموعة وشاريع معين أنت شو رأيك؟ أنا أسألك يعني أنا أقول العلاقة الشائكة بين المثقف والسلطة في منطقتنا ليس فقط في عمان يعني هل هذا هو سبب مثلا سوء فهم من الطرفين أم أن طبيعة المثقف أن يكون ناقد والنقد ربما يزعج السلطات في الخليج اللي مش متعودة على مفهوم النقد وأهميته أنا أتصور أن هناك نقاط التقاء مشتركة ممكنة ربما الطرفان غضى النظر عنها وقد تكون المؤسسة ملامة أو معاتبة أكثر في ذلك لأن ما هو غرض المثقف؟ المثقف لا يريد أن يقول أنه أنا ما يعجبني العقب ولا الصيام فرقب يعني أنا أنا أريد شيء أفضل يعني أنا والمؤسسة عليها أن تفهم أيضا لصالحها أن تستمع لهذا الصوت الذي قد يكون متجاوز لوقته لصالحها فعلا يعني لمصلحة الجميع لمصلحة الجميع فهناك أنا أتصور نقاط طيب على سعيد إذا تركنا الرقابة الرسمية يعني المجتمعي يعني أنا مثلا أقرأ بعض نصوصك وأقول يعني ما أقول في مجتمع خليجي مجتمع عربي مجتمعي لحد كبير ما زال مجتمع محافظ كمجتمع عربي نصوص قد نعطيك مثال يعني تقول في أحد نصوصك من ديوانك كيف أقوله لليميات ليلميات ليلميات من الليل من الليل ليلميات تقول اليوم يحطل المطر على الأشجار الأشجار الميتة التي تبكي الله الله الذي يضرف قحطة مثل هذا النص يعني أنا أعرف أنه لك معاني أخرى ربما إسقاطات لكن مثل هذا ألا تخيفك يعني أنه أحد يطلع يكفرك يرفض مثل هذا النص شوف الخوف والكتابة شيئين الخوف ليس بالمعنى الخوف بالمعنى الوجود نعم هو خلينا أقولك شيئين أنه هذا الكتاب لم يكن أصلاً مكتوباً بغرض النشر ككثير من أعمال لكن هذا النص موجود موجود نعم لا الآن لازم إذا نحكي عن شيء فضيع الآن اللي هو الرقابة الاجتماعية نعم التي هي أسوأ بكثير نعم من الرقابة التي تفرضها مؤسسة تعتبرها البعض تقليدية ومحافظة الآن المؤسسة متجاوزة المجتمع نفسه يعني وقس على البرلمانات اللي في المنطقة وقس على يعني أنه صارت نالكية أكثر لكن أنا أتصور أنه المثقف أو الكاتب في هذه الحالة وغير هم الحالة عليه أن لا يستبعد المواجهة سواء مع السلطة الاجتماعية أو السلطة السياسية في أي وقت من الأوقات طبعاً نتمنى دائماً أن هذا لا يحدث هل يحدث مثل هذا يعني مثل هذا النص هل يعتبر عادي في الخطاب الأدبي في عمان عموماً هذا الكتاب كله لم يجاز في عمان لم يجاز لم يجاز لا فهو ليست متوقفة على هذا النص لك أنا بقول لك تجارب زملاء يعني تعرضوا لمسائلات لمسائلات مبعثها أو مصدرها التكلس الاجتماعي نعم أكثر مما هو التشريع الرقابي هل عندكم ظاهرة الأصولية الدينية التي ممكن تمس حتى المثقف في نصوله وفي كتاباته هل هي موجودة أم يعني هل عمان يعني في مأمن من ظاهرة التطرف الموجود في المنطقة وعان منها كثير من المثقفين والكتاب يعني شوف هذا السؤال يعني الإجابة عليه قد تطول لكن خليني أقول لك باختصار أنه نحن في عمان يعني لا ندعي أننا والعياذ بالله شعب الله المختار في المنطقة ولكن عندنا خصوصية وفرادة وتراث وتاريخ وعراقة تاريخية ومؤسسة الدولة قديمة في عمان مؤسسة الفكرية فهناك في حالة من الثبات والسولد يعني يمكن أكثر من أماكن أخرى وهذا كريدت يجب أن نعطيها للعمانيين الأصولية عندنا مختلفة بعض الشيء عن الأصولية الموجودة الأصولية السياسية المؤدلقة في أماكن أخرى في الخريج لكن بمعنى أن وجود التيار الديني التقليدي المحافظ أين عم موجود وفي بعض الحالات تدخل هذا التيار لمحاكمة نصوص أدبية ومحاكمة أصحابها يعني هذا حدث هل تعرضت شخصيا لشيء من هذه المحاكمة؟ ليس بهذا الشكل لا ولكن بعض زملائي مثلا تعرض تعرض ويعني كانت قضية مؤسسة نعم يعني أن النص يجب أن لا يقرأ قراءة دينية قراءة فقهية النص يجب أن يقرأ قراءة إبداعية لا بس أتكلم صحيحة أنا معك تماما بس لأي يحدث في منطقتنا أنه للأسف الشديد يعني يقرأ أنت تذكر قصة تركي الحمد في السعودية وهذا القصيبية وأسماع كثيرة في المنطقة يعني يعني تقرأ قراءة دينية رغم أن النص لا يجب أن يقرأ بهذا الشكل ورغم أن النص الديني كثير من النصوص الدينية لا أقصد النص بمعنى القرآن الكريم ولكن هناك نصوص الدينية وخطاب الدينية فيها كثير من الجرأة لو كان وللعقل يفقهم لكن سيد عبد الله هل يوجد عندكم هل يعاني المثقف العماني من ما نسميه في بعض البلدان في الخليج حرب التصنيفات علماني لبرالي يساري إلى آخر أم أن الأمور أكثر استقرارا وأكثر هدوءا في المشهد الثقافي العماني بالتأكيد أكثر هدوءا واكثر استقرارا أنا أعتقد أنك أنت مسكون ربما بخلفية شرق شبه الجزيرة أو كده لا لا نحن في الكسبل أكثر تقصد السعودية أقصد يعني لا 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 يعني هذه المشكلة بعد يعني هذا موضوع الخليج لابس التصنيفات يعني عندكم علماني لبرالي لا لا أنا بس حالة تأخذ السعودية وشرق شبه الجزيرة أنا أحب مصطلح يعني شبه الجزيرة العربية أكثر ما أحب مصطلح مثل الخليجي يعني أعتقد أنها هوية ذات طابع شو فيني أصبحت بل ممكن نحكي بتفصيل أنا أقول هذا كلام في برنامج اسمه حليث الخليج يعني طيب خلني أخذ لا لا أقل حدة عندنا طيب إذن أمامي فاصل تاني في هذا اللقاء بعد الفاصل برجع لمفهوم شرق شبه الجزيرة العربية وهذا المصطلح سريعا بما أنك فتحت وأكيد المشاهد بيقول شو يقصد بعد الفاصل أبقوا معنا وهكذا يستمر حوارنا مع الكاتب والناقد والشاعر العماني الأستاذ عبدالله حبيب أستاذ عبدالله قبل الفاصل وردت نفسك أنت بهذا الموضوع موضوع الخليج له أنا قبولي لهذا الدعم كلها ورطة في ورطة يعني عدنت العماني نقول مثقف العماني ليش دائما يعني تشعرون بهذه الهيبة من أسئلتنا أنت قلت لي أحيانا لا نستضفنا عمانيين كثير فرحانين فيك ولذلك نطرح عليك كثير من الأسئلة الشائكة قلت لي الخليج يعني عندك تحفظ كثير من المثقفين نعم أقول لك في الفاصل أن الأستاذ محمد زايد الأذمعي كان يقول أنا من جنوب الجزيرة العربية لماذا أسمى بالخليجي يعني هذه تطرح يعني من المثقفين في منطقة الخليج هل هذا التحفظ موجود عند أغلب المثقفين العمانيين رأيك أنت شخصيا في مسمى خليجي تقول أنه شوفيني أو أنه في شيء من ربما العنصرية عن أغلب المثقفين العمانيين لا أدري أنا أتكلم عن نفسي أتكلم عن نفسك نعم لا أنا أنا ما عندي مشكلة طبعا أنا من الخليج لكن في فرق بين الخليج وخليجي وفي فرق بين أنه لما أنت تحولها إلى هوية تفصلك عن محيطك الأكبر وتفصلك عن الفضاء الثقافي والتاريخي الأعمق الذي أنت تنتمي إليه نجلس نتغنى بخليجي وخليجي وخليجي في الوقت اللي أنت لما تعبر في الحدود الفاصلة بين بعض بلدان الخليج اللي هي عضو في مجلس تعاون الخليجي وتشوف إجراءات عبور حدود دولتين متجاورتين شقيقتين بالتاريخ وبالقرابة وبالدم تشعر أنك أنت تعبر جدار برلين في فترة السوفيتية البائدة بصراحة كيف أقدر مجلس تعاون الخليجي له ما له من إنجازات على الصعيد الأمني أولا يعني اجتماعات وزراء الداخلية تنجح أكثر من اجتماعات وزراء الثقافة ولا وزراء الخدمية وكذا غر بمفهوم شبه الجزيرة مفهوم أعمق أنا لما كنت عيفا في الإبتدائية أقرأ في كتاب عمان موقع عمان تذكر الدروس القديمة الموقع على رجل السكان وكذا وكذا عمان تقع في أقصى شرق شبه الجزيرة العربية كلمة الخليج ما كانت واردة أنا أتكلم عن أوائل السنعينات يا أخي إذا كان في خليج وخليجي كلمة خليج وفي فرق بين الخليج وخليج شي طبغرا في خليجي هوية سياسية خلينا نفتح أسئلة أكبر ليس الآن في هذا اللقاء مثل ماذا يعني لا مثل أنه أنت طيب الآن يقول لك مثلا واصل المسألة للثقافة أنه يقول لك السينما الخليجية يعني شو عنت هذا الكلام طيب إذا مخرج هندي أنجز فيلم عن الخليج في الخليج لماذا لا نقول مثلا أو في حالة أخرى لماذا لا نقول السينما العربية في الخليج يحكونا عن الأدب الخليجي يحكونا عن أنا أشعر أنه على المدى البعيد قد يعني سارتر عنده جملة جميلة يقول ترى الطريق إلى جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة وأنا لا أشك في حسن النوايا من منا لا يريد يعني ينتمي إلى تكتل إقليمي في زمن التكتلات الكونية هذه اللي تصير ياريت ولكن نتكلم عن الأدب مش الأدب نقول كتاب من القضايا المغاربية قضايا من بلاد الشام يعني ما بالضرورة أنه تأخذ بهذه الحساسية كما هي لديك ولدى بعض المثقفين من منطقة الخليج عاد هنا كل واحد ترى تعرف أنت فيه أشيات فيه أوتار يعزف عليها أنا أوتار لا يعزف عليها أنا هذا يعزف على بعض أوتاري لأنه أشوف طيب أنا ما يعني إذا عبنا ندخل اليمن يعني من أين جاء مالك بنفهم من أين جاء كل القبائل العربية ولماذا اليمن مقصى مثلا من هذا المفهوم أي 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 اليمن شبه الجزيرة ما لازم ندخلي يعني اليمن مهد مهد من أحد ما أعرف إيش يمع مهد باللغة العربية لكن فلنفترض أنه مهود الثقافة والتاريخ العربي أنا أشوف أن اليمن ومهدوم مهدوم حقا ثقافي نعم ولكن عموما هو بعد ربما كان سياسي أمني في ظروف تأسيس مجلس التعامل الخليجي كان الهاجس الأمني هو الغالب ويبدو أنه حتى المشروع يعني يمر داخليج عشرين في اليمن ثلاثين سنة من تأسيس المجلس والسفر ومشاكل ما حلت فما بالك بقضايا قضايا أخرى خلني أعيدك إلى إلى نصوصك أو إلى بعض نصوصك يعني طيب البعض يقول بأن سلطنة عمان شهدت يعني حركة حداثة وما بعد الحداثة وأن هناك نصوص ربما مفاجئة لكثير من المراقبين أو النقاد في المقابل ما زال البعض يقول أنه والله بعض النصوص من يحسب على الحداثة في منطقة الخليج ربما نفرت الناس من هذه النصوص وأنت لك بعض النصوص اللي فعلا أنا يعني كنت تساعد وقلت بس تأذنك أنه أعطيك نموذج بخليك كذا تتكرم تقرأ أنت هذا النص اللي ربما البعض حينما يقرأ ويقول شو يقصد عبد الله يعني ربما هذه تنفر الناس مثل هذا النص ربما أنه عندك يعني تفسير آخر تقليم آخر هل تتكرم وتقرأ لي نص طرق اسمه طرق آه طرق تقرأ و تحفظه أو أعطيك النص والله النظارة لا لا هل تقريبا نحافظه بمم نعم نعم يعني مثلا هذا كنموذج يعني هذا نص مكتوب في كيمبرج في 1985 85 يا فأكيدني لن أكتب لا أعتذر ولا أتراجع على النص لكن أكيدني لن أكتب مثل هذا طيب بعد ساعدنا في طادي لنها بتساعدني على القراءة نعم نص اسمه الطرق نعم تاك 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 آه تاك هلو عاقب على ما قلته عن لا أنا أنا أتأكد أن بعض المشاهدين بيقول بالله عليك شو تقولون يعني عبدالله حبيبه سليمان هرلانشو قاعدين يتاك تقولون على الطاولة ويقولون هذا هذا شعر وليش ما نقول أنه في علم الجمال في مفهوم اسمه الانوموتوبية وهو له مقابل بالعربي بس أنا لا أعرف كنتم تتحدث مع إحدى الزميلات قبل فترة فقالت لي ابن جني عنده المصطلح في الخصائص بس قلت لها إيش يا ريت أنا أعتقدت أنه بس موجود الأدب الأمريكي أو الإنجليزي نعم لأنه لما تكون الكلمة تعبير عن صوتها لما نقول هسهسة هسه هكذا يعني خرير لما نقول قصدة الحشرات صوت الحشرات الهسهسة في هذه الفترة أنا كنت معني بهذا بهذا المفهوم وكنت يعني تعرف فترة تجريبية ثمانينات وكذا وكنت أيضا صغير في السن أقول لك لا أتراجع بس الآن يعني أشعر أن نقد لك ليش ما يتصور المشاهد ونحن أمه من زمان قلنا أن المعنى في بطن الشاعر ليش ما يتصور أنه هذا واحد متلهف على شي على حبيبته على أمه على كذا يذهب ويطرق الباب في ليلة ماطرة أو مظلمة أو كئيبة أو حزينة ولا من مجيب وبالتالي الطرق يخف في الأخير يعني هذه إحدى القراءات طبعا أنا أقدر وأحترم ما قلت أنه كتب عام 85 وفي مرحلة تجريبية وكذا ولكن مرة أخرى سؤالي يعني عن رفض كثير يعني من قطاعات المجتمع لمفاهيم حداثية بما فيها النصوص لتكتب بهذا الطريقة يعني ألا تسهمون بمثل هذه النصوص بمثل هذه الأفكار في خلق هذه الفجوة بين المجتمع وبين يعني النخاب الثقافية يعني سأقول ما أصبح معرفة عام ما وكلام يردده الجميع من أن الشعر خاصة الشعر لم يكن مقبولا من جميع فئات المجتمع في يوم من الأيام على الإطلاق وهذا ليس عيبا في الشعر وليس عيبا في المجتمع يعني من لماذا لا تكتب لماذا تكتب ما لا أفهم ما لا نفهم وقالهم ويشبوا تمام ولماذا لا تفهمون ما أكتب يعني المسألة المسألة مجديدة لا في الشعر العربي ولا غيره وأنا قلت لك أنه هذا إذا كتبنا شعر يفهموا جميع أو موش يفهموا كلمة فهم يعني يتقاطع أو يتقبلوا أو يتعاطاها إذا لماذا نكتبه إذا لم أصدمك إذا لم أحاول أن يعني أجعلك تعيد النظر في قناعاتك الجمالية والفنية ما الجدوان يكتب نعم أصلا كيف أصدى ديوانك في عمان هذا تحديدا هذا تحديدا أنا هذا قلت لك لم يجاز لم يدخل عمان أو موجود في عمان لا يعني لا لا صدقاء الشعراء وكذا قرأوا طيب خلنا ننتقل إلى موضوع قريب منك وأنت معروف فيه يعني ولك أحد كتبك مساءلات سينمائية لأنه هذا الكتاب فاز بجائزة جائزة مهمة من عمان الجائزة أو من خارج عمان أهلا من عمان من جمعية الكتاب لدب جمعية الكتاب طيب السينما في المنطقة يعني أنا شوفك دائما شاركت أنا إياك في أكثر من مهرجان سينمائي في المنطقة تحديدا هنا في دبي صح كيف هي الحركة السينمائية في عمان هل هناك يعني مؤشرات تبشر بولادة مشروع سينمائي شبابي في سلطنة عمان أنت لما قلت المشروع السينمائي أو الحالة السينمائية إيش تابير لا استخدمتها مشروع سينمائي أسمى مشروع سينمائي يعني أنا أشعر أنه معانيناه في الأدب جالس الآن يحدث من جديد في السينما بمعنى بمعنى أنه في الثمانينيات كان الشباب العماني يكتبون نصوص شعرية متجاوزة متقدمة ولكن لم تكن هناك حالة إبداعية ثقافية في البلد في فرق بين شتان بين الشيئين الآن السينمائيون العمانيون الشباب يعامل من نفس الشيء في مواهب خلاقة قوية رغم العوز المادي والسينما تعرف تريد تريد ترجح أنت تذكر آخر مهرجان حضرنا في فئة أفلان الطلبة الجائزة الأولى كانت لطالبين عمانية نشتركها فينا والجائزة الثالثة لطالبة عمانية يعني باستخدم التعبير الرياضي الكروي يعني اكتسحوا المسابقة وهم بإمكانيات محدودة المطلوب أن يكون هناك حالة سينمائية تماما كما أصبحنا الآن نشهد وجود حالة إبداعية يعني على الصعيد الأدبي والثقافي فأضيعينهم ولكن هناك يعني مين أبرز التجارب مين أبرز الأسماء الشبابية في سلطنة عمانية التي تعتقد كناقد سينمائي أنه بكلها مستقبل و بكلها حضور قوي في المشهد السينمائي الخليجي يعني أنا بصارحك أخي أنا عالت أن أتقنب ذكر أسماء لسبب أن أنا ذاكرتي ضعيفة وأحيانا يكون في ذهني اسم معين وأنساه لكن بتقولك بكل ثقة وليعذرني الإخوة الذين يعني أكن كثير من المحبة والإعجاب والمراهنة على أعمالهم ولكن لا تحضرني أسماءهم ومن هؤلاء طالبة عمانية يا أخي شوف لوحد لا تسمي يقول أسماء هذه المشكلة عملت فيلم يطالبه في جامعة سلطان قابوس فيلم نسوي يعني مهم جدا فيلم قصير للأسف يعني مثلا هذه ما قدر أذكر اسمها لكن أقدر أذكر أسماء من قبيل المعتصم البهلاني من قبيل الشباب هذه طب ليش ما تذكر اسم السينمائية ما قادر ما قادر ما تذكر أوكي ولكن هناك نماذج جيدة يعني تثلق الصدر ليس فقط في عمان في المنطقة وكلنا نتحدث ذنويا مثلا الناس اتفاجعوا بأسفار كبير من السعودية قلنا لك سعودية ربما لا من بلد بالكاد لا يعني توجد فيها سينما تأتيك أصوات مذهلة رأيناه الأفلام القصيرة أنا أتحدث خاصة عن فئة الأفلام القصيرة الأفلام القصيرة نعم ومعبرة وقوية يعني كانت لا لا يعني شوف أي فعله مثلا لما أنت تقول للأسف حتى بعض من النقاد العرب بدون ذكر أسماء يقول لك والله حين يتعلق الأمر بالسينما فيجب أننا لن نتحدث عن الخليج يعني هاي النظرة الإقصائية للأسف لبعض الإخوة في ما كان يدعى ربما حتى لدول المركز ليش يعني إحنا ما بشر يعني هذا مفاجأة تأتيك من شرق إذن معنا فاصل أخير حمد لله أن أخير أستاذ عبدالله عبدالله حبيب فاصل أخير في هذا الحوار مع الناقد السينمائي والكاتب العماني عبدالله حبيب أبقوا منا حياكم الله إلى الجزء الأخير من هذا الحوار مع الكاتب العماني الأستاذ عبدالله حبيب أستاذ عبدالله بهذا الجزء الأخير بنحاول نمر على مجموعة من القضايا في الشأن العماني المرأة في عمان هناك حديث أنه هناك مشاريع لتمكين المرأة من أن تكون فاعلة في المشهد الاقتصادي والمشهد في الحراك جمالا في عمان ربما أفضل من كثير من النماذج في الدول المحيطة هل أنت كمثقف عماني ترى أنه فعلا هناك مشاريع تدعم تمكين المرأة العمانية من المشاركة والمساهمة جدا جدا حال المرأة في عمان رغم أنه بحاجة لمزيد من التطوير والإصلاح أفضل بكثير من حال المرأة في أماكن أخرى والمرأة العمانية تاريخيا حققت منجزات يعني رائدة أنا أقول لك مثال واحد يعني مثلا المرأة العمانية في القرن السابع عشر كتبت نصا نسويا تأسيسيا أنني أشير بذلك إلى مذكرات الأميرة سالمة بنت سيد سعيد بن سلطان كتاب شهية وطبعا كتب الأمانية ولكن ترجم العرب ولكن هو مؤشر على الجرأة وعلى الحساسية الخاصة التي تتمتع بها الحركة بالمرأة العمانية المرأة العمانية حين اقتضى الظرف حملت السلاح المرأة العمانية فعلت هذا المرأة العمانية فعلت هذا ولكن والمرأة العمانية تقود السيارة يعني ممكن أن تقود السيارة ولكن المطلوب أن تقود نفسها أكثر ضمن سياق تشريعي مدني وليس بالارتهان إلى اجتهادات فقهية مثلا قد لا تنال أكثر من أجر واحد وهذا ورد المطلوب من المرأة أن تكون وقد أصبحت خريجة ودكتورة تحمل PHD ومديرة عامة في هذا وكذا وبالملاسبة نحن احتفلنا في عمان الآن بالذكرى الأولى اليوم المرأة العمانية وإنجازات المرأة العمانية وما استطاعت أن تأخذها ولكن فعلا المطلوب المزيد حتى في أشياء تعتبر بيسيكس حرية المرأة في جسدها وأنا هنا لا أحكي عن ما قد يظن البعض حتى المعنى الطبي يعني المرأة أن تكون حرة أن تتخذ قرارا فيما يخص عملية جراحية تجرى لها الاستئصال الرحم مثلا ماذا تبقى من أنوثة المرأة وأموتها يعني هل الرجل يوافق على أن يستأصل عضو التناسل مثلا بدون أن يكون له رأي في هذا الموضوع لماذا تعامل المرأة بشكل يا أخي عمليات إجهاض يعني أشياء أخرى كثيرة تنتظر والمرأة العمانية والمرأة العمانية تحاول قدر الإمكان أنها يعني تأخذها هذه القضايا مطروحة في الحوار العماني الداخل جدا جدا أنا أقول لك العامل اللي فات فقط كانوا عندنا ندوتين كبار للمرأة واحدة وقيمة بإشراف جمعية الكتاب والأدباء وواحدة وقيمة في إحدى الجولات جلالة السلطان في المخيم السلطاني المرأة العمانية طبعا معروفة أنها وزيرة ولكن أنا بالنسبة إلي عضو في مجلس الشورى وسفيرة ولكن أنا أبحث عن أشياء أكثر من الحالات الانتقائية أن تكون هناك حالة عامة كظاهرة كظاهرة بالضبط وأنت لست وحدك من يشيد بحضور المرأة العمانية في الحياة العامة في عمان كثير من زوارنا قالوا ذلك نعم طيب موضوع أحد عوائق الديمقراطية والتنمية في منطقتنا العربية كما تقول بعض الأطروحات هي أن مجتمعاتنا مجتمعات قبلية ومعروف أن في عمان القبيلة ما زالت فاعلة وقوية هل القبيلة في عمان مثلا ممكن أن تكون من عوائق الإصلاح السياسي من عوائق التأسيس لبرلمان حقيقي ديمقراطية حقيقية وأنا أضرب مثال في عمان لأنه ما يقال عن عمان يعني صح أن يقال عن بقية دول المنطقة ربما إلا بموضوع القبيلة في شوية اختلافات بمعنى؟ بمعنى أن التأسيس الإشكالية القبلية أقل حدة أعتقد في أماكن أعتقد عمان أنت هذه الإشكالية أقل حدة في عمان؟ لا لا أقل حدة في أماكن أخرى لأن عمان لازم نبدأ في الحديث من تشكيل الثنائي القطبي المتضاد في القبلوجيا العمانية اللي هما الهناوية على يد والهنغافري وللأسف هذه مستمرة وأنا أعتقد أن المؤسسة عندنا بحسنية أو سوءها لم تقلم أظافر بل أطلقت العنان لمؤسسة القبيلة في وقت هي منخرطة في مشروع حداثة بحيث أصبح الآن ربما حتى في المؤسسة نفسها في شعور بأن هذا الموضوع كان يجب التعامل معه بشكل أفضل فأنا رئيس شخصي كمواطن عماني وأنا لا أكتب اسم قبيلتي كما تلاحظ لما أنا أكتب أزم عبدالله حبيب ولماذا أحمل قبيلة كاملة ما أقوم به أنا ليست قبيلتي معنية ولا أنا ما أعرفهم أصلا ما أعرف أنا أعرف عائلتي يعني يجب أن نستبدلها ننتقل إلى مفهوم الاسم العائلي عوضا عن الاسم القبلي فهو بالتأكيد وهناك أطروحات كثيرة معروفة حول مأزق المشكلة وإذا انتقلنا يعني أنا يمكن سألتك أمس في جلسة خاصة معك كنت أتحدث معك عن يعني السؤال اللي يطرح حينما نتحدث عن عمان أنه هل عمان بمنأة عن مخاطر الطائفية والمذهبية اللي أصبحت يعني تهدد السلم الاجتماعي والسلم الوطني في كثير من البلدان المحيطة يعني البحرين تعاني الكويت تعانت في حديث في السعودية عن هذه المسائل مسألة الشيعي والسني كل هذا الأحاديث اللي تدور حولنا في المنطقة هل عمان بمنأة عن الطائفية المذهبية؟ لكل عملة وجهين الوجه الأول مثل ما قلت لك أنا أعتقد أنه يجب يحق لنا في عمان أن نفخر بما إنجزناه في تحقيق يعني بنية اجتماعية مرنة ومتوازنة وقلت لك أن هناك ظواهر تاريخية وثقافية وسياسية قديمة جدا في عمان المجتمع العماني متماسك المجتمع العماني ليس لديه إشكال ديموغرافي بنيوي لن تكون لدينا مشكلة هوية لن تكون لدينا مشكلة انتماء إنما القضية التي تطرحها لا يستطيع المجتمع العماني أن يكون يعني استثناءا كونيا خارقا لما يحدث في المجتمعات الأخرى والمجتمع العماني أيضا ميزدو أنه هو مجتمع متعدد أنا صور أنه هو الأكثر تعددا في المنطقة متعدد إثنيا متعدد لغويا مش منمثل عن اللغات متعدد عرقيا متعدد بكل أنواع التعدد والبعض عندنا لما يحكي عن عمان وتاريخها يعني واحتمالات المستقبل تأتي هذه رؤية البنبي بنبي وكل ورد وريحان لا يا أخي تاريخنا يجب أن نقرأه بصراحة ونقول أنه قد تعود نحن عشنا حروب قبلية طاحل نعم عشنا حالات نفيت فيها قبائل من مكان إلى مكان آخر فنضع آيادنا على قلوبنا أن هذا لا يحدث ونتوقع أنه لا يحدث ولكن يجب عمل المزيد لأنه أيضا نحن بعض إشكالياتنا المذهبية والطائفية وكذا أظن خصوصيتنا أنها هي غير مرتبطة بعوامل سياسية خارجية مباشرة مختلفة على أماك الأخرى قليلا نعم ربما كثيرا حتى هل الإصلاح السياسي يعني منذ عشر سنوات تقريبا والحديث عن الإصلاح في المنطقة حديث يعني حتى بعض المسؤولين العرب أصبحوا يعني ينافسون المثقف الحديث في المطالبة بالإصلاح يعني هل هو هذا الحديث عن الإصلاح هل هو من هواجس المثقف العماني اليوم؟ جدا لا بعد الحدود كيف يعبر المثقف عن هذا الحاجس؟ نحن أنا أعتقد فيها حتى مجموعة من الإنتليجنسيا وغير الإنتليجنسيا في عمالة أنهم مشروع تقديم عريضة للدستور لأن تكون هناك لأن يكون هناك هذا أحد الحالات أن يكون هناك دستور تعاقد يعني يكون كذلك ونحن في عمالة حساسية من المفردات للأمان أنا أذكر لما بدأت تطرح كلمة الإصلاح على أثر أحداث سبتمبر وطرحت باستحياء في عمال وأنا أقول بأتكلام بصراحة لن أقول على قناة الحرة ما لا أستطيع أن أقوله في عمال يعني آليت على نفسي حين قبلت دعوتكم الكريمة أني سأقول لديكم ما أستطيع أن أقوله في بلدي وما أستطيع أن أقوله في بلدي كثير وهناك أشياء أيضا لا أستطيع أن أقولها في بلدي وبالتالي لن أقولها لا أقول لك اللي أقدر أقوله واللي هو يتعلق بسؤالك أنه لما طرحت حكاية الإصلاح في ناس قالوا أنه الإصلاح ينطوي مفردة الإصلاح تنطوي على أن هناك خلل ماء ونحن ليس لدينا خلل بس هذه موش فقط في عمال للأسف يعني فصرت في أكثر من مكان في العالم العربي هذا الشكل أنه يعني إحنا فاسدين يا أخي سمها أوكي لا نختلف على المسمى سمها تطوير سمها تعديل سمها يعني مشاريع من أجل المستقبل يعني أليس مؤسفا أن تختزل فكرة التغيير الإيجابي لمصلحة الجميع بما فيه الأنظمة السياسية في هذه الحساسية السطحية البسيطة على اللغة بالضبط والمشكلة أن قراءة معمقة للستيتمنت مثل هذه بصراحة تصادر عليك حقك في الإنسانية حتى لأن الإنسان يخطأ طبعا الإنسان وصل للقمر لكن لازال عنده مشاكل على الأرض فيعني هذا لكن اختصارا نعم هاجس الإصلاح موجود موجود لدى الشارع موجود لدى النخبة المثقفة موجود لدى المؤسسة وأن بدرجات متفاوتة والآن فيه مسجز ترسل من أعلى المستويات إلى أنه آن الأوان أنه نغير بعض الأشياء وأنا قلت لك الناس الآن في عمان لا يقولون يعني كل شيء أو لا شيء قال أخي فيه كأس يعني لم نعد نريد أن ننظر نصف الفارغ من الكأس فقط فيه نصف مليء لكن خلينا نعبي الباقي لا نريد أن نلعن نلعن الظلام نريد أن نشعل الشموع لا نريد أن شفت كيف وأنا قلت لك أنه فيه نقاط يعني الناس تعلمت الناس دهت يعني مطلعة أكثر والمؤسسة عليها أن تفهم هذا يعني بصالحها أيضا نعم بأمانة صلى عبد الله حبيب يعني من منطلق يعني حرصك على بلدك وعلى الإصلاح الإيجابي الفاعل يعني ما هي أبرز القضايا التي تقلق عبد الله حبيب في المشهد العماني إجمالا نحن الآن نحكي عن المشهد السياسي العام السياسي العام نعم أو الثقاء أو حتى الثقافي يعني شو أهم القضايا التي تشغل ذهن عبد الله حبيب وتؤرقه يعني على موضوع المستقبل القضايا الإصلاحي لآخره يعني أنا أعتقد أنه أحد البنود الأولى هي ضرورة الاحتكام لمرجعية دستورية صريحة جميل الشيء الثاني أنه أن ننتقل من مفهوم الرعاية إلى مفهوم المواطني نريد أن نكون مواطنين بحق وحقيقة يعني ما مواطن علي حقوق إلي حقوق أقصد وعلي واجبات وسأقوم بحقوقي بواجباتي وسأطالب بحقوقي ضمن مرجعية دستورية صريحة المحاسبة محاسبة المسؤولين محاسبة الفساد فتح الملفات هذه على مصاريح يعني لا أحد يطالب لا سماح الله بنصب المشانق ولا تجهيز فرق لكن يجب أن نفهم وين ذهبت الملايين الملايين لماذا هذا المشروع الذي كلفته يعني لا تزيد عن 20 مليون تفعله 40 مليون يعني هذه أشياء ليست مطالب راديكالية هذه يعني نحضن هذه أشياء يا ابن مجز مجز الصغرى شكرا جزيلا على هذا الحضور الجميل أستاذ عبدالله حبيب الكاتب والسينمائي العماني أقدر حضورك معنا في الأستوديو وأنتم مشاهدين الكرام شكرا على المتابعة ألتقيبكم الأسبوع القادم مع قضية أخرى وضيف آخر انتظرونا وإلى اللقاء شكرا شكرا